السلام عليكم مجلس الوزراء في اجتماعها الاخير اصدر مرسوم بلغاء مادة تجنيس زوجات الكويتيات بمعنى الان ما في اعلان رغبة ما في تجنيس لزوجات الكويتيين سواء كانت لديها جنسية اخرى او من غير محددة الجنسية هل سيتم سحب جنسيات زوجات الكويتيين انا ما اتوقع انه راح يصدر هذا المرسوم بسحب الجنسيات زين اللي اان مشى في الاجراءات التجنيس و سواء اعلان رغبة وغيره خلاص الان حتى لو انه سويت اعلان رغبة الموضوع انتهى لا تجنيس لزوجات الكويتيين بعد نشر البرسوم اليوم الفيديو احصائي عدد اللي حصلوا على الجنسية الكويتية من سنة 1992 الى سنة 2016 42 و 844 اللي تم تجنيسه من 1992 الى 2016 ما اتوقع انه تم التجنيس بعد هذا التاريخ عدد زوجات الكويتيين اللي تم تجنيسه من ألف وتسعمية و92 الى 2016 آآ عشرين ألف و ثمانية وستين وضيف على هذا الرقب آآ زوجات الكويتيين اللي تم تجنيسهم من فئة البدون تقريبا آآ أربعة الاف وسبعمية واربعة واربعين يعني تقريبا المجموع كله يطلع تقريبا ستة وعشرين ألف آآ زوجة تم تجنيسها من سنة 1992 الى 2016 وعشر تاف وميتين وخمسة وثمانين آآ من أبناء الكويتيات اللي تم تجنيسهم من 1992 الى 2016 أما اللي تم تعديل آآ جنسيتهم الى المادة آآ الاولى الفين وستمية وخمسين هذا يا جماعة آآ وثيقة من جريدة آآ القبس آآ يا جماعة اثنين واربعين الف وثمانمية واربع واربعين اللي تم تجنيسهم آآ من بعد آآ 1992 من ضمنهم 24 آآ وثمانمية واربع تعش زوجات الكويتيين يعني تقريبا اكثر من آآ النصف من ضمن اثنين واربعين الف جنسية منحة من بعد 1992 سبع تلاف وسبعمية جنسية منحة ممن نحملون جنسيات اخرى او من غير محددية الجنسية